بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة نهاردة إن شاء الله هنكمل المثال اللي احنا قلناه في بارت 10 اللي هو خاص بالشير سترينس برامتر بتاع السويل كنا خدنا المثال المرة اللي فاتت في شابتر 4 اللي هو الميكانيكال بروبيرتسو السويل للقرس اللي هو السويل السيبليزيشن اللي خاص بالمستوى العاشر في قسم الهندسة المدنية في جامعة الملك خالد لو نفتكر كده المسألة مع بعض كانت المسألة مديني السي داش والفاي داش كويس وكان طالب الديفيرتور ستريسز في حالات مختلفة واحنا أول خطوة عملناها في البرت اللي فات إن احنا رسمنا الانفيلوب بتاعي بمعلومية السي داش والفاي داش هنبتدي هنا بقى عايزين نحسب هو كان طالب في المسألة سيجما ديفيتور هاجبها له ازاي أول حاجة لازم تحسب حاجة اسمها الالفا اللي هي زاوية ميل الانهيار لزاوية ميل مستوى الانهيار للشير يعني أنا عندي الالمنت بتاعي هوت فحصل هنا انهيار الانهيار ده بيبقى على زاوية مين الفا فيليل الفا فيليل القانون بتاعها عبارة عن ايه خمسة واربعين زائد فاي داش على مين على اتنين فأنا عندي الفاي داش وعندي الخمسة واربعين فاتطلع بتاعتي كام خمسة واربعين طيب هو ملديني سجما تلاتة لكن احنا هنا شغالين بالداشات لاحظ اننا هنا خط الستي داش اللي هي كانت كام خمسة وسبعين والفاي داش اللي هي كانت كام طمانتاشر وهو ملديني السجما تلاتة بكام بمية لكن انا طالما هاشتغل بالداش يعني بالإفكتي في بيبقى لازم اجيب له سجما تلاتة مين داش سجما تلاتة داش عبارة عن ايه سجما تلاتة نقص اليو طيب سيجما تلاتة اللي هي بمية واليو بمية يبقى مية نقص خمسين بكام بخمسين ده اللي هو سيجما تلاتة داش نعمل ايه بقى هاجي هنا هو من سيجما تلاتة داش اللي هي بكام بخمسين واطلع اعمل الكورد اللي قدامك دوت بزاوية اللي هي الفا فيلير اللي هي بكام بخمسة واربعين زيت فاي داشة على تين اللي هي باربعة وخمسين يعني الزاوية هنا بكام باربعة وخمسين لما اطلع بالزاوية ديت هيتقاطع مع الخط اللي أحمر في مين في نقطة النقطة دي أقيم عمود عليها يبقى هو ده نص القطر بتاعي بتاع الدايرة لو رسمت الدايرة بتاعتي كده بيبقى تقدر طلع السجمة واحد داش طبعا ده كله في الداشات تبتدي ب295 والسجمة دي عبارة عن السجمة واحد داش يعني سجمة دي داش مفيش حاجة اسمها سجمة دي داش هي هي سجمة دي بتساوي مين سجمة واحد داش ناقص سجمة ثلاثة داش فطلعتلي بكام ب245 أو لو انت قصت القطر دوت هو ده السجمة دي بتاعتي أو لو انا خدت النص القطر دوت وضربته في اتنين هو ما هو برضك السجمة الدفيتور اللي خاص بالمسألة أو المطلوب الاولاني على اساس اني بكام ب50 المطلوب التاني او الكيس التانية بنفس المطلوب الاول ماشي هو مديني ده اللي هو الالفا فيلر خلاص حفظناها ب54 لكن هنا قال لي ايه اليوب صفر اليوب صفر يعني سجمة ثلاثة بتاعتك تطلع بكم أو سجمة ثلاثة داش هي السجمة ثلاثة اللي هي بمية فعشان كده هاجم من عند مين من عند المية وابتدي اطلع الزاوية بتاعتي اللي هي الالفا فيلر اللي هي بخمسة واربعين زائد فاي على اتنين أو فاي داش على اتنين اللي هي بكام ب54 أطلع ده وأقيم ايه عمود قيمة العمود يبقى جبت مين المركز بنفس الفكر يبقى انا رسمت مين الدايرة بتاعتي رسمت الدايرة يبقى قدر اجيب سجمة واحد داش وقدر اجيب السجمة ديفياتور وده المطلوب الاول في المسألة ان احنا نحسب مين نحسب السجمة دي في حالتين في الحالة لما تبقى اليو بتاعتي بكم بخمسين والحالة التانية لما تبقى اليو بصفر شكرا